اشتركوا في القناة ولعل اهمها السعة في المال والرزق بالولد او الزواج للعازب او راحة البال او محبة الخلق او الشفاء من علة جسدية او النجاح في العمل او ما شابه ذلك قد يتأخر الفرد في نيل مراده وقد يصبر لاشهر وسنوات دون ان يرى شيئا من امانه وهذا قد يجعله عبوسا صاخطا على حياته كارها لنفسه حسودا لغيره لكن الله عز وجل الهم المسلمين وسيلة سريعة لتحقيق الامنيات وهي الدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني وقد جعل هناك اوقات مفضلة لدعاء المسلم تعجل له في الاستجابة افضل اوقات الدعاء المستجاب للمسلم الدعاء في ليلة القدر التي خصها الله سبحانه وتعالى بعظيم الشأن لقوله ليلة القدر خير من الف شهر وهذا جعل منها وقتا مناسبا لاستجابة الدعاء حيث تتنزل فيها الملائكة الى الارض لتستمع الى ادعية المسلمين المتضرعين الى الله وتسأل الله لهم الاجابة السريعة الدعاء في جوف الليل وهو من افضل الاوقات المعروفة لاستجابة الدعاء وهي فترة ما بعد الساعة الثانية عشرة والتي تمتد الى صلاة الفجر وهذه الفترة ينزل الله سبحانه وتعالى ليستمع الى الداعين المستغفرين ليغفر لهم ويحقق امانهم الدعاء عند نزول المطر وفيها تفتح السماوات ابوابها ويعجل الله للداعين اثناء المطر تحقيق امانهم التي يدعون بها الله في هذا الوقت الدعاء وقت الشدة او المرض حيث ان الانسان في وقت مرضه يكون الاقرب الى الله تعالى ويستجاب له دعاءه لذا عليه ان يدعو في مرضه لنفسه وللاخرين الدعاء للحاج او المعتمر حيث ان دعاء المسلم اثناء وجوده على ارض مكة المكرمة يعتبر من افضل الاماكن لاستجابة الدعاء وذلك اثناء طوفه بالكعبة المشرفة للحج او العمرة وخاصة دعاء يوم عرفة الدعاء عند الصفر وفيه يستجاب الدعاء للمسافر في الطائرة او الحافلة الى مكان بعيد طلبا للرزق او العمل دعاء يوم الجمعة حيث ان الدعاء في اخر ساعة من عصر يوم الجمعة يستجاب له من الله عز وجل الدعاء اثناء الازان او بين الازان والاقامة الدعاء في الصلاة حيث ان الدعاء اثناء سجود المصلي يعد من اكثر الاوقات استجابة للادعية لان العبد يكون الاقرب الى ربه كما ان الدعاء بعد التشهد الاخير وقبل السلام من الاوقات الاخرى التي يستجاب بها الدعاء دعاء المظلوم وهذا الدعاء ليس بينه وبين الله حجاب فاذا دع الظالم على من ظلمه يستجيب الله له ولا يخيب رجاءه الدعاء بزهر الغيب حيث ان دعاء المسلم لاخيه المسلم دون علمه فيه تفريج للكرب وفتح للارزاق دعاء الصائم وعليه فانه يستجاب للصائم العابد في رمضان دعاءه وخاصة قبيل ازان المغرب Иشتركوا في القناة